البرلمان الاوروبي بيطلع بين الحين والاخر بيانات نهر ده مجلس النواب المصري الحقيقة خد موقف ورد على هذا البيان اللي صدر بتاريخ 24-11-2022 بيان ده كان بشأن حالة حقوق الانسان في مصر واللي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة زي ما يقول البيان المصري اللي بتمتش للواقع بصلة ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إذا حقيقة الأوضاع في مصر قال مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي أن المجلس يرفض ويعرب عن استياءه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للأمال ومدللا على إصرار البرلمان الاوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر إذ نصب نفسه استنادا إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة وبمخالفة موثيق الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة لتفصيلة وبالرغم من أن مجلس النواة لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه والذي لا يتسم جميعه أبدا بالمصداقية أو الحيادية وانتهاجه سياسة الوصم والتشير غير البناءة والمرفوضة واللي سبت فشلها عبر التاريخ إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري وهو حق كامل له فيما ورد به من الدعاءات لأساسها من الصحة والتي لا تستوجب الالتفات لها فهي محضة حديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار لأنه فيه إجلاء للحقيقة وبيانا للأمر فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عمس 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين من جانب آخر تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الاعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجاه في الواقع ولا يمكن تصديقه فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحصر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال كما ورد بالقرار أن المدعو علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفياً بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزياراته إلا بشكل منقطع أو متقطع وإثر ضغوط دولية يا سلام والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفياً وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطات القضية بالحبس خمس سنوات لتبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية 1228 سنة 2021 حيث تمت محاكمته في محكمة عادلة كفرت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي فضلاً عن السماح له بلقاء عائلتي ودويه بشكل منتظم وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدود حتى الموت والذي توفي في 5-23-22 ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجسة حسب كلامه أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية والحقيقة النيابة العامة المصرية بوصفها جزءاً من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثماني بمعرفة مصرحة الطب الشرعي والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي أثار إصابة تشير إلى استخدام العمر وتضمن القرار أيضاً حس السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيراً لأنه تم اعتقالهم ظلمة والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقياد الحرية تنفيذاً لأحكام قضايا صدرت من المحاكم المصرية في محاكم محاكمات منصفة أو محبوسين احتياطين على ذنب التحقيقات تجريها أجهات التحقيق وذلك كل وفق القوانين الإجرائية الجنائية المتعرف عليها دولياً وقد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النياب العامة والقضاء المصري وهو ما يعد اختلال إخلالاً بضمنات استقلال القضاء وفقاً للمواثيق الدولية ولذلك فإن مجلس النواب يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية تلك السلطة التي لا طالما رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شؤونها سواء من جهات داخلية أو خارجية كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها لأسباب غير مفهومة فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدر استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات سلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ فضلا عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعاهداتها لجهة الاتفاقات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان الأمر الذي يجعل سلطة الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليه في العهدين الدوليين لحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أخفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذاته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية أمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقل في شرم الشيخ بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى واقع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثل المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر ولذلك فإن مجلس النواب المصري يعرب عن استياءه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قبل برمان الأوروبي استغلالا لاستضافتها لقمة المناخ كوب 27 وأنه على الرغم من ذلك فقد أثبتت مصر العالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى الذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات وما طالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض ولذلك فإن مجلس النواب المصري يذكر البرلمان الأوروبي بأنه كان الأقدر به بدلا من رصد المتزايد وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر أن يوجه أنظار وصوبة مواجهة التحديات التي تجابها دول التحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما نشهده في تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق وفي مقدمتها المخاطر التي وجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية والعنصرية والعنصرية منهجة ضد بعض الدول الأوروبية التي تنامت لدى العديد من دول ظواهر مقلقة تهدد أمن وسلامة المجتمع كالإسلام فوبيا وغيره وخطاب الحظ على الكراهية والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر وعنف الشوارع إن مجلس النواب المصري حريص كل الأرص على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة بما في ذلك الأوروبيين متفهما رغبة بعض المؤسسات البرمانية في العرب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من تقل السياسي لا سلم لسيما أنها كانت وما زالت لكيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية ويؤكد مجلس النواب المصري على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفا وطنيا من ياته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصول حقوقه وحرياته حيث تتضافر جهود الدولة ومؤسسات الدولة المعنية لتحقيق ذلك ولعل ما تجريه الدولة في الوقت الرهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءه وإدولوجياته ووضعها إطارا مؤسسيا لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض الأحكام عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية انضوياني على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات تتفق عليها قوى الشعب في شتى المجالات لا سيام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات بغية نقل السياسات المصرية إلى مصار جديد يلبي تطلعات الشعب المصري وأن مجلس النواب لن يقلو جهدا نحو بلوغ هذا الهدف سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية وذلك كله دون حاجة إلى الأوصياء من غير الشعب المصري بحزبانه مصدر السلطان أنا عايز أقول كده ينصر دينك يا مجلس النواب الحقيقة بيان قوي وفاعل يبرد القلوب أمام هذه العنجهية والكذب والإدعاء والعنصرية ومحاولة الإساءة لمصر حالة طارئة لغت من أمتى مصريين من أمتى عشرين واحد وعشرين هو لسه الناس اللي ما بتفهمش اللي هناك دول للأسف وانا لا أستخدم ألفاظ هؤلاء للأسف يسيئون إلى مصر تعالوا شوفوا الواقع فلان مات مش عارف ايه فلان كلها أكاذيب والدعاءات ومصر من أول الدول اللي دفت عن حقوق الإنسان وعمل استراتيجي وطني حقوق الإنسان تعالوا شوفوا دور الإصلاح عندنا اللي عملاه وزارة الداخلية سواء في ود النطرون أو في بدل تعالوا شوفوا المعاملة صحيح فيه أوضاع صعبة بيعيشها الناس وصحيح أدينا أوضاع اقتصادية صعبة لكن مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم شامل سياسي اقتصادي اجتماعي ومصر بتبزل كل الجهد وبتتلافى أي مشكلات أما أنتم يا عنصريون يا كذابون يا من تساندون المحتلين الصهاينة وتغمضون الأعين عن اللي بيجرى مش انتم اللي حتتعلمون حقوق الإنسان شوفوا اللي بتعملوه في العالم شوفوا العراء شوفوا ليبيا شوفوا اليمن شوفوا السودان شوفوا سوريا تتآمرون على الجميع وصدرتون ما يسمى بالربيع العبري الذي أردتم منه تفكيك الدولة الوطنية احنا هنوضح الحقائق مش بالأكاذيب بالصدق الذي تحدث عنه وبه مجلس النواب ممثلا في رئيسه المستشار حنف الجبال يقول لنا بحييه الحقيقة بقوة على هذا البيان القوي ايوة كده عزيب مجلس النواب بقوته بقوته يرجع يواجه الناس دي كلها فبإذن الله هنواجهكم بالحقائق وليس بالأكاذيب عموما قبل ما نخطب تعالوا